وزي كل يوم أربعة دلوقتي جمعتنا مع فقرة سكوب في فيلم وثائقي إنجليزي اسمه The Tinder Swindler أو محتال تندر الفيلم ده قسر الدنيا خلال الأسابيع اللي فتب بعد عرضه على واحدة من المنصات الشهيرة بالرغم منه هو فيلم وثائقي يعني فيلم برضو حقيقي إلا إنه بقى من ضمن أكتر عشر أفلام مشاهدة على المنصة الفيلم ده بيكلم عن قصة شخص محتال إسرائيلي اسمه شمعون لفيف الرجل ده فيدل يلف في أوروبا كلها ويدعي إنه ابن رجل أعمال كبير علشان ينصب على الستات وياخد منهم فلوس تخليه يقدر يعيش في المستوى المرفخ جدا اللي هو عايش فيه ولما بقول مرفخ جدا أنا بكلمكو في طيارات خاصة وكده الفيلم ده خلينا نفكر في موضوع مهم قوي وهو النصب والابتزاز اللي بيحصل على السوشال ميديا وبيتعرض بيه ناس كثير جدا وبنات أكتر وطبعا كلنا من فترة قريبة تبعنا قصة البنت اللي انتحرت بعد ما اتعرضت للابتزاز من شباب ركبوا صورها الشخصية على صور غير أخلاقية والبنت طبعا ما قدرتش تستحمل كل الضغوط النفسية اللي حصلت لها فانتحرت النهاردة قررنا نناقش الموضوع ده بشكل موسع وأكبر بما انه دايما فيه ناس بتتعرض للمواقف دي وعشان كده هيكون دفنا النهاردة الأستاذ شريف اسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات أهلا بيك يا فاندم أهلا بيك وأهلا باستاذ المشاهدين حضرتك سمعت على الفيلم اللي أنا قلت عنه اللي هو بتاع الشخص اللي كان اللي حد شاب بيكرر ان هو ينصب على سيدة متزوجة أو على أرملة علشان ياخد طروتها إلخ بقت نفس الحاجات بهاية بتحصل دلوقتي بس بقت الطرق بتاعتها مبتقرة أكتر باستخدام السوشيال ميديا وباستخدام الانترنت والتكنولوجيا الحديثة عمتا نفس يعني هما فيه طريقتين دايما للنصب والاحتيال فيه الطريقة بتاعت الاختراق اللي هو أن حد يختارك حساب بتاعك وفيه طريقة تانية احنا بنسميها سوشيال انجينيرينج أو اللي هي يعني حنسميها هندسة هندسة اجتماعية أنه هو يتودد الأول ويتعرف وينشئ علاقة كلها عبر السوشيال ميديا وبعد كده يبتدي يقدم الطلبات بتاعته وده اللي كنا بنشوفه في الفيلم أنه بتبقى يعني تطبيق بتاع موعدة البنت بتتعرف على الولد ويفضل يعني يفهمها أنه هو شخص ثري جدا وأنه هيخدها ويفسحها وفعلا يقوم بكده ويأخدها ويعزمها في مطاعم غالية جدا ويخرجها خروجات غالية قاوي وبعدين ايه يجي فجأة يقولها أصلا فيه ناس بتطردني ومسلوق في الفلوس الحقييني دلوقتي بكذا ويسحب منها مبالغ توصل ويخليها تاخد قروض من البنك علشان أن هي تنقص حبيبها اللي دلوقتي فيه عصابات بتطرده الحاجات دي بقد تحصل في مجتمعاتنا العربية كمان اه بتحصل بتحصل ويعني كنا بنشوفها في أفلام عربي قديمة بتحصل بالطرو بتاعت زمان بقى اللي هو يتعرف عليها في النادي وبعد ما يتعرف عليها في النادي ياخدها ويفسحها ويعني كنا بنقول يرمي شباكه عليها التعبير ده هوت ده تعبير أخدنا من سنين يعني انه بيرمي شباكه علي هذه الضحية وتبتدي هي تحبه وتقع في غرامه وتتخيل انه هيبقى فيه علاقة مستمرة ويطلع في الآخر انه هي عملية عملية نصب او احتيال يعني معقدة جدا يقدر ياخد منها بقى الارض بتاعتها يخليها تبيع الارض بتاعتها بسرعة علشان قدر تسدد الديون بتاعته او حاجة من هذا القبيل طيب أستاذ شريف ممكن تقول لنا ازاي اصلا احنا نحمي نفسينا والمعلومات الخاصة على السوشيال ميديا بص في قاعدة كده اي حاجة هتحطيها السوشيال ميديا لكنك حطيتها في الشارع فلو حضرتك ما عنديكيش مشكلة انك تعلق الصورة بتاعتك من شباك البلكونة او انك تحطي الصورة بتاعتك في مكان عام يبقى حطيها في السوشيال ميديا السوشيال ميديا مفياش اي حاجة خاصة الخاص هو ما بينا وما بين الناس اللي نعرفهم وبيكون بعمليه ممكن نستعمل التواصل الاجتماعي بان احنا نبعتها لحد من قريبنا على الواتساب نبعت صورنا على مجموعة خاصة احنا عملينها على حاجة زي الواتساب لكن ان احنا نحطها كده على تويتر نحطها على فيسبوك نحطها على تيك توك كفيديو الحاجات دي كلها طبعا دي حاجات بتبقى يعني لازم نبقى عارفين ان الحاجات دي هتنتشر وانه ممكن يتم استخدامها بصور اخرى طب بما ان احنا كلمنا عن الفيلم برامج التعارف بقت منتشرة جدا ازاي الشباب يحمل نفسهم عليها مش هقولك يعني يا استاذ الشريف معلش مش هقولك انه ده ما بيحصلش ان احنا عارفين انه بيحصل فعالاقل يعني نعرف ازاي الوحي ازاي من نفسه هو على فكرة بيحصل وبيحصل عندنا في المجتمعات بتاعتنا اكتر من المجتمعات الاخرى لانه سبل التعارف التقليدية الموجودة في المجتمعات الاخرى مش موجودة عندنا يعني سبل التعارف التقليدية في الدول الاخرى ممكن تكون من النادي ممكن تكون من بيئة العمل ممكن تكون من بيئة الدراسة واللازم منه احنا هنا عندنا يعني التقاليد بتاعتنا بتمنع سبل التعرف التقليدية دهية فالشباب بيلجأ ليه سبل التكنولوجية أكتر عشان كده استخدامات تطبيقات التعرف بتاعتنا أكتر شوي طبعا إحنا كمان عندنا تفاوت اجتماعي شديد وده بيخلي أنه الطبقات دي بتحاول أن هي تستغل بعضها يعني ممكن تلاقي شاب حال وميسور شوي يخش على تطبيق من تطبيقات التعرف تهيت هيتعرف على واحدة مش من الطبيعي أنها تكون في الدائرة القريبة منه في الحياة لكن تقدر تكون قريبة من الدائرة بتاعته في تطبيق التعرف ويبقى بالنسبة له ما هو سهل وميسور بالنسبة لها ده الأملة يعني واحدة مثلا أمنيتها أن هي تخرج وتروح سينما وتتفسح وتروح تاكل في مطاعم لا أفين هيات أنها عايز تتجاوز وده بالنسبة له حاجة عادية جدا وسهلة جدا فبيتم إغراءها بالحاجات دي بس فيه ناس تانية بتدخل على التطبيقات دي فاكرة أنهم ممكن يتجوزوا بالطريقة دي أقم هو خلي بالك أنه بيبقى دايما الدخول الأولاني من قبل الشريحة الكبرى هي للاستخدام الطبيعي للتطبيق لكن كل الأدوات هي بيبقى لها الجانب السلبي بتاعها اللي هو فيه ناس بتستغلها بطريقة أخرى يعني لو إحنا بنتكلم يعني ببساطة وبصراحة شديدة لو كان الهدف من كل ناس اللي دخل أنها تتعرف بغرض الزواج كان حيبا تطبيق محمود جدا لكن هو فيه مجموعة بتبقى دخلة مش دخلة عشان تتجوز دخلة تصطاد حد تصطاد بقى يعني تصطاد فريسة كابنت بنفسها ولا تصطادها على أن هي يعني يتم النصب عليها بعد كده والاحتيال عليها ماديا ده بيحصل وده بيحصل أستاذ شريف تطبيقات التعارف دي إزاي في الآخر لو إحنا بندخل عليها نحمي نفسنا من الناس اللي ممكن تستغلنا فيها أو عليها أهم حاجة أن إحنا ما نحطش أي معلومات تؤدي للوصول إلينا يعني مثلا لو حنحط صورة لو حطين صورة إحنا عارفين من الصورة دي لو اتنشرت في الجورنال ما حدش عارف يوصل لنا ما نحطش صورة فيها الخلفية مبينة المنظر اللي من الشباك ما نحطش صورة في مكان عملنا فيها اللوجو بتاع الشركة ما نحطش صورة في مكان يقدر يتعرف إن إحنا بنتواجد فيه لأن ده حيسهل الوصول إلينا المعلومات الإضافية اللي نحطها ما تبقاش يعني معلومات تخلي حد يعرف فيه وصل لنا يعني ما حطش أقول إن أنا طالب فيه كلية الهندسة جامعة عين شمس الفرقة الثالثة كهراما مثلا خلاص أنا كده أتعرف مكاني فيه نقول طالب عين شمس وخلاص ولا حتى أقول عين شمس طالب جميعي طالب جميعي طالبة جميعية يعني لو عايزة تحدد أوي تقوله المحافظة طالبة جميعية في القاهرة لكن أول ما حتبتدي تقلل هذا يعني تبتدي تضيق هذا النطاب ممكن الوصول إليها طبعا ما نديش أرقام تليفونات ما نحطش أرقام تليفونات ما نحطش أي طريقة يعني للتواصل تخلينا إن إحنا لو قررنا نقفل الحساب بتاعنا اللي على تطبيق التعرف ده الناس تعرف توصل لنا يعني أنا لو جيت بقى فرحان إن أنا عندي بروفايل على الفيسبوك وعندي بروفايل على تويتر وعندي إنستجرام والحاجات دي لو بدأت أحط كل الحاجات دي جوها التطبيق بتاع التعرف معناها إنه أي حد أخذ الأكاونت دي عرف يوصلي بطرق أخرى للتطبيق التعرف فلو أنا لسبب ما قررت ألغي حسابي على تطبيق التعرف برضو هذا الشخص يعرف يوصلي طبعا فلازم أحاصر قوي الحاجات اللي بحطها على التطبيقات اللي من هذا النوع وطبعا ما يكونش فيها أي معلومات خاصة أيا كانت يعني ما أتكلمش بقى عن إن أنا لي أخ مثلا بيعمل في بنك أخ شغال في جهة يعني ما جبش سيرة أي تفاصيل ما أقولش إن أنا مثلا والدي كان في القوات المسلح يعني ما جبش سيرة خالص لأي حاجة تقدر تمكن الناسنا تتعرف على كشخص وما أعملش الغطأ الشاعي إن أنا حط الإسم سلاسي ورباعي لو يخلي أي حد يدور عليه لا يعني أخطر لازم يبقى فيه كم من المعلومات ما يوصل ما يوصلش الشخص اللي أصادي ليه طيب بس الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي في ناس كتير وهم بيتفرجوا علينا دلوقتي هيقولوا طب ما أنا داخل أتعرف إزاي ما عرفش اللي قدامي أي حاجة عني لا أنا دي بعد ما أعدي أول كذا مرحلة من التعارف لكن ما حطهاش في الأول اللي بيقى اللي داخل يتفرج على البروفايلز يلاقيها لأنه حيبتدي يختار حيبتدي يختار التعارف على هذا الأساس أوكي طيب حضرتك شايف إنه هو بقى سهل جداً إن حد يسرق الحساب بتاع حد على السوشيال ميديا أو يعمله هاك على التليفون بتاعه ويسرق الصور اللي عليه؟ بصي القصة دي بقت سهلة جداً لأنه بقى فيه طرق كتيراً خلي بالك إنه هو نفس نفس الطرق بتاعة الاحتيالة القديمة هي اللي بيتم تطبيقها في جرائم الإلكترونية يعني على سبيل المثال ما بقاش قاعد أنا في كافيه والكافيه ده فيه كاميرات مرقبة وبس تعمل الواي فاي بتاع الكافيه ودخل الباسورد بتاعتي والكاميرا شايفاها يبقى أي حد من اللي بيبصوا على الكاميرات بتاعة المرقبة ده هي اتشاف أنا بدخل الباسورد شكله إيه التطبيقات اللي فيها إنه يبعث لي كود عن طريق الاسمس أو كود على الموبايل دي لازم أفعلها الليل توفاكتر اوثنتيكيشن ما استخدمش نفس الباسورد في كل حتة اللي بيها لما تتسرق من مكان توصل للباقي لما يجي لي إيميل والإيميل ده بيقول لي إن حسابك حيتم إغلاقه في خلال 24 ساعة ما لم تؤكد قلمة المرور بتاعتك وادخلها الآن ويدينا رابط ما تعملش مع الحاجات دي غير بحظر شديد جداً أشوف الرابط بيروح لفين وأشوف الرابط مكتوب صح ولا هو ده يعني آآ آآ هنقول إيه إنه تغيير إملائي لإسم المكان يعني مثلاً يبقى حاجة على جوجل يقوم عاملها إيه جي أو جي جي أل بدل جي أو أو جي أل إيه فيبقى آآ أنا بشوف لو بصت عليها سريعاً كده أطلخبط لأ لازم أبص عليها يعني بحظر شديد جداً أي حاجة بتطلب مني كلمة المرور ما لم أكون أنا بحاول أدخل على الحساب بتاعي دي أتعامل معها بحرص شديد جداً لأنه بالنسبة 99% بتكون عملية اختراق طيب فيه ناس بتقول إن حتى لو أنا إنسانة بتاخد بالها يعني عايشها مركزة جداً على السوشال ميديا وما بطلعش معلومات ما بحطش صور ما بعملش ممكن شخص فعلاً يشتري صوفتوير ويهاك حكتي كلها؟ في صوفتوير بكتبع كده؟ في صوفتوير بيخليه قدر يركب صور على حاجات وعمليات ابتزاز بتتعامل بالطريقة دي يعني هو دلوقتي يعني كان زمان علشان ياخد صور لبنت ويبتزها لازم يوصل لمرحلة من يعرف يصورها دلوقتي بقى ممكن لو وصل صورة الوجه فقط يقدر ياخد صورة الوجه دهية وينكبها على حاجات تانية بس طبعاً دي بتبقى يعني جريمة بيعاقب عليها القانون بشدة يعني عملية إن أنا أخد صور بتاعت شخص ويركبها ويبتدي ابتزوا بيها دي يعني جريمة بقى الكترونية مش الكترونية هي جريمة ابتزاز وجريمة بيعاقب عليها القانون بشدة بقى استعملها على السوشال ميديا أخدها وزعها في الأوتوبيس هي نفس الجريمة هي طبعاً طب فيه سوفتويرز فعلاً يعني بتخلي الواحد يشوف الموبايل بتاعك كأنه في ايده يعني حاجات بهاكي يعني بس دا بس دا بيكتضي بيكتضي إيه بيكتضي أن أنت تنزلي تطبيق على التليفون بتاعك وعشان كده لازم نبقى حرسين جداً من أي أحد يقولك إيه هاتي التليفون دا لح نزلك عليه تحفة يكون بينزل حاجتين في نفس الوقت بينزل أبليكيشن هو هو بيدعي إنها تحفة لكن في نفس الوقت بينزل أبليكيشن تركب التليفون زي ما يقوله اللي هو تبقى يعني أكيد إنه هو قاعد معاكي في التليفون دا هو فطبعاً يعنيнять من يديش التليفون لأي حد ينزل إلي أية التطبيق أياً كان ما ننزلش أي تطبيق غير من المتاجر الرسمية لأن التطبيقات العلمتاجر الرسمية بيكون عدة عليها نوع من أنواع يعني الفرز ونوع من أنواع يعني الرقابة إنه يتأكد أنه معلقاش عاجة من هذا النوع وأهم حاجة إن أنا أبص في التليفون بتاعي على كل التطبيقات اللي موجودة عليه وإيه اللي مختارها يعني تطبيق مش محتاج ياخد يستعمل الميكروفون ما تدلوش تعلمه للتليفون تطبيق مش محتاج ان هو يشوف انا مكاني فين بالجي بي اس ما يشوفش انا مكاني فين بالجي بي اس صح احنا بنستسهل انه لما نيجي ننزل تطبيق نعملش في حاجة نسيبه زي ما هو لا يقولك تطبيق فلاني طالب الاتية موافق موافقين طبعا على طول موافقين اه على طول موافقين فلازم نبقى منبص على الحاجات دي يعني بحرص شديد منبص مضيح ان نضيع الوقت بان احنا بدل ما نقول آم وافقين نبص ودا عايز ايه يعني هو التطبيق مثلا بتاع التعرف ده ليه عايز الكاميرا بتاعتي مع p Midnight ما أنا الكاميرا بتاعتي ا organ cost انا بحطkeiten عليه عليه بيس محتاج الكاميرا اه التطبيق مثلا الفلاني ليه محتاج يعرف انا فين او ال context بتاع الموبايل او ال context اللي على الموبايل بزبط يعني انا عايز اقول له حضرتك ان الواحد بعد ما بيسمع الحاجات دي بجد بيحس انه عايز يمسك موبايل ويرميه ويروح يجيب موبايل مفهوش اي أبليكيشن ولا كاميرا ولا اي حاجة والواحد يحس بأمان تاني يعني اه لهم التلفونات بزرائر بزبط بزبط طيب سؤال مهم جدا 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 لو حد تعرض لعملية ابتزاز او ناصب عن طريق السوشيل ميديا يعمل ايه ويروح فان مباحث الانترنت اول حاجة الناس ده هيت بتعمل مجهودات كويسة جدا والناس دي عندها خبرات عالية جدا اي حد بيلجأ لهم بيعرفوا يحلوا المشكلة وبيحلوها وبسرية تامة وبيحفظوا على الخصوصية هنقضت 500 خط تحت سرية تامة لان فيه ناس كتير بتخاف انها تروح وبيقولوا لا قدر بيشيروا الحاجات دي لقدر بيطلعوها مثلا في الجرائد او بيعملوا او بيصوروا لا اللي بيقول الكلام ده هوت اللي بيقول الكلام ده بس عايز الناس تخاف من مواحث الانترنترنت لان عارف ان هم حيجبوه حيجبوه يعني مفيش يعني الناس دي بيقولك ناس محترمة جدا اكيد ويعني شرفت ان انا تعرفت على ناس منهم قبل كده لا ناس محترمة جدا وعارفها بتعمل ايه واي ضحية بتروح بيحفظوا على السرية وعلى الخصوصية وبيقابلوها مهابلة محترمة جدا وبيعرفوا يجيبوا للناس حقها اللي اتعرض لحاجة زي دي ما يخافش ان هو يروح يبلغ مباحث الانترنت أستاذ شريف مباحث الانترنت بنروح لهم فين بنكلمهم على ايه فيه ارقام معينة او مثلا ويب سايت او اي حاجة هم اسهل اسهل طريقة هي التوجه الى المكاتب القصة بهم اللي هي في مدارية الامن على اساس انه برضو يعني لو ويب سايت والحاجات داية الناس برضو حيبقى فيها ابيوس كتير قوي فهي اسهل حاجة هي التوجه لهم وهم بيعرفوا يطلعوا كل المستندات المطلوبة ويعرفوا يقوموا بعمل اللازم تجاه ان هم يعرفوا مين اللي بيعمل عملية الابتزاز داية طيب فيه نوع تاني من النظب للأسف بعد ما احنا كلنا متوجهين للانلاين وده بقت حاجة اساسية في حياتنا فيه ناس مثلا بتشتري حاجة من صفحة معينة وبعدين يجي حاجة تانية خالص وتكتشف انها مش سليمة او ناس تحول الفلوس وما يجلهاش حاجة خالص المفروض الصرف هنا ازاي؟ طيب خلينا نقول انه يعني ايه فيه مجموعة من المحاذير لازم ناخد بالنا منها اول حاجة لو احنا بنتعامل مع متجر من المتاجر الكبيرة اللي لها تواجد في مصر فساعتها بنقدر ان احنا نشتري اونلاين وبندفع بالكريدت كارد مقدما والحاجة بتيجي ولو مش عاجبانا بنقدر نرجعها الاخ لكن هو الخوف بيكون من الاشخاص اللي عاملين صفحات وبيقارضوا حاجات وبيطلب منك انك انت تحولين له الفلوس يهم عن طريق الموبايل يهم انك تدفعي بكريدت كارد ولا حاجة وفي الاخر يجي لك المنتج غير مطابق وما بتعرفيش توصلي انك ترجعي او تاخدي حقك في الحالات اللي زي كده انا بقول ادفع اكتر سنة واقول ان انت هتدفع كاش عند الاستلام تشوف الحاجة قدامك ساعتها تبقى يعني تقدر تدفع تماما في نفس الوقت لازم نبتدي نبص هل الناس دي لها ارقام تليفونات بنقدر نتواصل عليها لانه لو رقم تليفون بنقدر نتواصل عليه لو احتاجنا نلجأ لحماية المستهلك بنقول لحماية المستهلك البائع الفلاني برقم التليفون الفلاني لكن لو احنا بنتكلم على حد عامل صفحة على انستجرام واحدة حتى صفحة على انستجرام حتى فيها مجموعة شونة او او شوية سيغة للبيع وبعدت طلبتيها وجالك المنتج غير مطابق وقامت قفل الصفحة بتاعت الانستجرام ده هو بعدها بشهرين قامت فاتحة تانية حيبقى صعب الوصول اليها وكتير جدا من عمليات النصب دي بتعتمد على ان الواحد ممكن يزهق لو المبلغ مش كبير فالحاجات بقى اللي هي بمية جنيه وبمية وخمسين جنيه حنزهق في المطالبة بيه لكن ده في الاخر ممكن واحد او واحدة يكونوا يعني نصبوا على ألف بني هدم كل واحد في مية وخمسين جنيه دول بمية وخمسين ألف جنيه طبعا فالمعلومة الاولى ندور على المتاجر الكبيرة قابت بقى اغلى شوية ولكن فيها حتة ضمانة الحاجة التانية ان احنا ندفع كاش عند الاستلاب بيتحمل مصاريف اضافية لكن بتبقى المصاريف دهية يعني تستاهل في ان الواحد يكون يعني متطمن لما يشوف الحاجة يدفع تماما طيب لما بنيجي نشتري حاجة من بره مصر وويب سايت معروف جدا هل ان انا هحط الكريدت كورد بتاعي على الموبايل ده صح ولا غلط لا لو ويب سايت من الويب سايت المعروفة مفيش مشكلة ان احنا نحط الكريدت كورد خصوصا ان معظم البنوك في مصر دلوقتي بقت في الترانزاكشنز اللي بتحصل اونلاين بيبعتلك بين كود تدخليه علشان توافق على كل عملية فما بقيتش ان هو يسحب كده من الكارت عمال على بطال لا ده كل عملية بيتم فيها التأكد عن طريق رسالة بتجيلك على الموبايل يقول لك ايه دخلي الستة ارقام دول علشان تأكد ان انت فعلا اللي عاملها العملية بتاعت الشارع ده ايه فدي ما هياش دي ما هياش مشكلة لكن طبعا احنا لازم نفكر كويس قوي ان اللي بيبعت حاجة من بره الحاجة اللي بتيجي من بره دي بتيجي وبتخش يدفع عليها جمالك يدفع عليها ضريق مبيعات واستلمة عملية الارجاع مش سهلة عملية ان انا لو الحاجة مش عاجبانة رجعها هتبقى صعبة جدا يعني لازم نحترس بشدة واحنا بنشتري حاجات من بره ما لم تكون حاجات يعني زي ما بيقولوا عليها كده بشتري صوفتوير من من شركة من الشركات بشتري فيلم بشتري اقنية الحاجات دي ما فيهاش مشكلة لكن انا بعد اشتري منتج وانا مش شايف المنتج ده قصادي ما لم اكون متأكد قوي انه منتج من الحاجات اللي بيبالها مثلا بارت نمبر فأطالبها بالبارت نمبر بتاعها عملية الارجاع بتكون صعبة جدا يعني طبعا المعلومات اللي حضرتك اديتها لنا مهمة جدا ويمكن الكلام فيها ما بيخلاص بس دكتور شريف اسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات باشكرك جدا 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 على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي انت اديتها لنا النهاردة اشكرك اشكرك